نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج دفعة جديدة هي الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزرات لتأهيل وتدريب كوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج دفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة تلى ذلك عرض تكرير نجاح الدورة والموقف التدريبي تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل أعداد بدني حصل عليها الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال درستهم بالكلية الحربية التي تعد من أعرق الصروح لعلمية الرائدة للعسكرية المصرية وأعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة الدورة وتم توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع ووجه السفير علاء حجازي مساعد وزير الخريجية خلال كلمته الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاطق الخريجين في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل كما ألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين والحضور مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة المسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالة العسكرية والمدنية العمل السياسي والقوة العسكرية متلازمين ما تقدرش أن أنت تشتغل سياسة فقط بدون ما يكون عندك قوة رادة وقوة يعني تجعل العالم ينظر إليك باحترام وتقدير وبالتالي ده كان يمكن المبدأ الأساسي اللي دفع القيادة السياسية بأنها تفكر فعلا في تنفيذ هذا البرنامج أنا أعتقد أنه هو مفيد جدا ويمكن من سوق حظين نحن كناس كبار في السن أن نحن لم نتعرض لمثل هذا البرنامج في شبابنا ولكن أعتقد أنه هذا الموضوع أعتقده هيكون مفيد جدا للأجيال القادمة وهيفيد الدبلوماسية المصرية وهو بيصب في النهاية في الأمن القوم المصري وفي العمل السياسي الخاص بجمهورية مصر العربية والله إحنا دائما بنقول أنه هو الدبلوماسي لابد أن تتوفر فيه بعض المواصفات أهمها هي الصبر والجلد وإحنا يعني النهاردة الدورة دي بتخلق لنا نوع من البعد في الدبلوماسي اللي هو الدبلوماسي المقاتل الدبلوماسي الذي يقاتل من أجل مصالح بلده ومن أجل تدعيم مكانتها وصورتها في الخارج إحنا قضينا هنا ست شهور كان فتر التعايش فعال مع أشقاءنا وإخواتنا في الكليه الحربية عرفنا فيها أكتر عن المؤسسة القوات المسلحة وإزاي بيتم إعداد الفرض المقاتل وتعلمنا برضو بعض المهارات الأساسية اللي هي تكون ضرورية في حياتنا الدبلوماسية زي قوة التحمل زي التعامل مع المتغيرات العامل تحت ضغط على المستوى المعارفي التجربة بشكل عام كانت مفيدة جدا وسهمت أنها ترفع سقفتنا وتزود معلوماتنا على المستوى البدني فالدورة يعني طبعا بفضل طوابير اليقى اليومية سهمت أنها ترفع كفائتنا البدنية وكمان على المستوى المهاري الدورة سعبتنا أن احنا نكتسب أو ننمي مهارات مهمة جدا لأي دبلوماسي زي الانضباط القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة مهارات القيادة إدارة الوقت دوت هيكون هيساعدنا جدا مش لازم فقط فيه الحياة الدبلوماسية من بعد ولكن الحياة الشخصية زي نفسها برضو فيه الجانب التعليمي والمواد التعليمية اللي احنا تعلمناها الجانب العسكري يكمل لنا العمل الدبلوماسي بتاعنا يكمل لنا الشق السياسي عند تحليل أي من الأحداث اللي بتحصل حاليا فيه نوع من التاريخ العسكري فيه الفكر الاستراتيجي العسكري كل المواد دية تساعدنا ان احنا نقدر لما نيجي احلل القضية معينة وتساعدني في عمل الدبلوماسي القادم يبقى عندي الوجهتين اللي اقدر احلل بيهم ولا نقدر اقدم بيهم توصيات لصانع القرار ان احنا نقدر نفزل ان ننفذ عملنا الدبلوماسي بشكل اكمل وجه من خلال ترابط العسكرية والدبلوماسية مع بعض اشتركوا في القناة